الحلوة ايه تمليناش كل قضية مهمة هتخص بيها زمان عكا غزية سليمة وبيوعدكم مش كده بس ومنع عليها كتر انواع محتاجة شرح ومحتاجة وقت تعرف ايه اللي اويها بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الاسر والبركة والنفع للسادة المشاهدة نفتقل الله سبحانه وتعالى وندعوه ان يجعل فيه كلامنا هذا الاسر والبركة والنفع رب طبعا يعني في كل مرة بنتناول مجموعة من الامراض بند فيها الجديد في العلاج الجديد في التشخيص والجديد اللي احنا بنقدمه لانه زي ما قلت لكم العلم له ثلاث مراحل المرحلة الاولى انك بتتعلم لغاية 20-25 المرحلة التانية من العمر ان انت بتعلم غيرك يعني من 25-45 سن النبوة يعني المرحلة التالتة اللي هي مرحلة الابداع والتطوير والاضافة بعد سن الـ 45 الحمد لله يعني انا عديت الـ 55 فاعتقد انه من ساعة ما اتولدت وانا في العلم والبحث العلمي وخلصت مجلسير ودكتوراه وثلاثة دبلومة ويعني كل البحث ده فلابد في الاخر ان انا ادي للمشاهد علم ينفع باذن الله الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم ان احنا يجب ان ننفتح على العالم كله يجب ان نتطلع على ما وصل اليه العالم كل يوم جديد فيه التشخيص وكل يوم جديد في العلاج والامراض اللي كان علاجها زمان مستحيل اصبح دلوقتي علاجها ممكن واذا سمعت اي دكتور بيقولك ان ده علاج مستحيل بقى لسه ما وصلوش العلم والاجمل ان انا اقول ان انا ما وصلتش لعلاج هذا المرض احسن ما اقول انه مالوش علاج فيه دكتور كل ما تروح لقولك مفيش علاج مفيش علاج لدرجة انه يعني فيه شاب جاني مبارح من اسكندرية انا من القاهرة يعني عياتي في مدارنا مسيس فجاني شاب من اسكندرية الشاب ده يعني راح للدكتور فالتحاليل بتاعته يدوبك بدأ الكرياتيني على اثنين ومص والبولينة خمسة وسبعين وكذا وكذا فبيقوله استعد انت اما تزرع اما تغسل او الله العظيم كرياتيني اثنين ومص يعني منظمة الصحة العالمية قالت محدش يتكلم على غسيل او زرع الا اذا عد الكرياتينين عشرة والبولينة تلتمية لكن احنا لا احنا في الدولة العربية مستعجرين بسرعة زي الناس تغسل كلها طب انت هجيب لي ناس مكان غسيل منين لما دولة زي مصر تغسل تسعين مليون هجيب مكان منين فطبعا يعني الشاب جايلي منهار ليه كده طب الحالة بسيطة جدنا تتعالج والله والولد من كتر القلق ما بينامش من كتر الخوف ما بينامش الانسان لما ما ينامش المواد السمة تعلم نتيجة الصهر خلايا الجسمه تتكسر خلايا الجسمه تتكسر نتيجة الصهر نتيجة التدخين نتيجة الالتهابات البرد فلما خلايا الجسم تتكسر يحصل منها degradations او بيسموها الوست بروبكس زي البولينة وحامض البوليك والكرياتينين وغيره الحقيقة انه يعني لما ادينا الناس علاج الناس بدأت ربنا يرحمها برحماته الواسعة وبدأت تخيف في واحدة ستة جات لنا بتغسل والله العظيم بتغسل الكرياتين بتاعها واحد وستة من عشرة والبولينة خمسين وجايب الله وعاء بيقول لنا ده احنا عملنا لك وريد صناعي وخده من 4000 جنيه عشان نعمل لك جراحة وريد صناعي وهو سوبر فيشي يعني مجابلاش حاجة مبره الحاجة والناس تروح من بلد لبلد ويتبهدلوا وبقالهم مش عايز يقول لك 5-6 شهور يغسلوا والاخر لما جات لي كتبت كده المريضة لا تحتاجه الى غسيل قال لي نغسل كمرة وتوله مش تغسل خالص بنغسل لو قست الكرياتينين زاد عن عشرة تغسل مرة في الاسبوع والجلسة لا تزيد عن 3 ساعات المهم ان هو اسبوع 2 3 إيس الكرياتين واحد وحد وثنين من عشرة وحد ونص فجاني بعد شهر الولدة ما غسلتش طبعا ده كاترة كلامش وستد ازاي متغسلش يا عم والله العظيم القيم هي القيم هي والست بتخش الحمام زي الفل ما عندهاش الكليتين مزبوطين ما عندهاش ترجيع ما عندهاش هرش ما عندهاش تورر البول طبيعي الهموجلوبين طبيعي كريتينين طبيعي البولين طبيعي تسدى ان احنا بنصطاد الناس مش عايز اقول يعني اللي ما عندهاش علم ونغسل لها طب بتعمل كده ليه ليه بنعمل كده وكانوا محضرين الست دي عشان يشوفوا لها متبرع وسمصرة المعامل وجابوا سمصرة عشان يزرعوا لها كلا وا 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 الحقيقة انا بقولكوا كده في الحلقة بتاعتنا عايز اقولكوا ان كل يوم في جديد في العلم النهاردة بنتكلم على غسيل كلوي مين عارف خلال اشهر قليلة ممكن موضوع الغسيل يعني مش يتلغي يقل بدرجة كبيرة ليه لاننا بنقدم بداية لو انت بتغسل بالك خمس سنين وفيه بول وكليتين حجمهم يعني حوالي مثلا سبعة سنتي نوبيتودرن أكسس سبعة سنتي طول ممكن نرجع عليك تاني بعد شهر تبقى تمانية بعد شهر تبقى تسعة سنتي بعد شهر تبقى عشرة وهكذا قبل ما نعرض الأفلام والأمراض اللي احنا جايبنا النهاردة احب بس اقول لكم ان احنا بنقرأ من مقدمة الطبعة العشرة كتاب نرشتات غزائية وده نازل في معرض قائرة دول الكتاب معرض قائرة دول الكتاب ان شاء الله يبقى ستة وعشرين يعني نقول بعد خمس ستة ايام وهو موجود الكتاب موجود مع الأهرام توزيع الأهرام موجود في دار صرح وموجود في العيادة فرامسيس اي حد عاوز اي كمية اهلا وسهلا احنا بنتكلم في الطبعة العشرة طبعة مش عايزة اقول الطبعة الحداشرة نزل انما احنا بنتكلم في الطبعة العشرة البرنامج ده بيتعاد تاني ان شاء الله بكرة الجمعة بيتعاد الجمعة الساعة 11 وبيتعاد الحد الساعة 11 ان شاء الله دورا قبل صلاة الدور اهم من هذا البرنامج برنامج روضة القرآن روضة القرآن بيتزاع يوميا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في التاسعة الى ربع صباحا والثامنة الى ربع مساء هو كان تسعة الى ربع صباحا ومساء لكن الحمد لله بقى تسعة الى ربع صباحا وثامنة الى ربع مساء ما عليش ما عليش ربني سامحني فطبعا بنرحب بمشاركة المتفوقين طبين واساد الطب علشان نعمل حاجة اسمها تبسيط الطب وانا هديكم نمازج دلوقتي ازاي نبسط الطب للناس يعني انا دلوقتي هشرح كم مرض ازاي نبسط الطب للناس علشان الناس لما تعرف معلومة طبية بسيطة تتصرف بسرعة ازاي دكتور يعني مثلا واحد عنده ازمة جديدة سكينة بتدبح في جنبه الشمال ودرعه الشمال تقيل فدي اعراض زبحة صدرية يلحق بسرعة قبل ما تتحول لانفاركشن وجلطة وعضلة الال بيحصلها فشل فلو لحناف المستشفى خيره برد واحد بدأ يدروخ كده وبنسله الضغط عدى المتين وهو قده يخش كده على جلطة ممكن يحصل له نزيف نلحق على طول روح المستشفى يتظبط المريض بدل ما يخش في شلال نصف فلو ان الناس اتصرفت بسرعة يبقى هنلحق المريض زي الجراحة واحد اتعور لو الجرح خلال 3-4 ساعات تنظفه وتخياته معندوش مشاكل عدى على الجرح اكتر من 6 ساعات خلاص بقى بقت فيه كولونز وبكتيريا وتلوس ولو قفلت قفلت على مصيبة وشغلانا هل يترى احنا ممكن ننقذ المريض قبل ما يعدي 6 ساعات فانا برحب بأساد الطب والمتفاقين طبين احنا قدم حلقات تبسيط علوم فيها يعني هندي للناس فلوس اه بس هي فيها الوجه اللي لاننا ده علم وزكاة العلم ان تعلمه للناس زكاة العلم ان تعلمه للناس ده العلم ده رسالة الانبياء والناس اللي بتموت كل يوم وتغسل كل يوم ويجالها سرطان كل يوم ده امانة الاطباء والوقاية خيره من العلاج الوقاية خيره من العلاج نلحى الناس قبل ما توعف الأمراض لكن بعد ما نسيجي للسرطان نقول تبرعه للسرطان تبرعه تبرعه واحنا ما بنعرفش نعمل حاجة غير النشحة ما بنعرفش نعمل حاجة غير النشحة بس تما نلحى الناس قبل السرطان فان شاء الله روضة القرآن يوميا في التساع الى ربع صباحا والسامنة الى ربع مساء واللي فاتته حلقات يقدر يشوفها على اليوتيوب روضة القرآن على اليوتيوب والحلوية على اليوتيوب احنا دلوقتي منزلين من روضة القرآن 888 حلقة 888 888 حلقة وطبعا على صفحتنا على الفيسبوك وتقدر ان شاء الله تتابع الحلقات دي باستمرار برضو يهمنا جدا ان احنا يعني نتكلم بسرعة على ملخص دي امراض سريعة طب ليه بنيتكلم على ملخص الامراض الان ساعات يبقى انت عندك مريض عنده العرض ده ومش عارف تصرف يعني انا هدرى بامثلة سريعة مرض مثلا اسمه الماسينيا جريبس او مرض بيسموه ضعف العضلات نتيجة الحركة المتكررة ضعف العضلات نتيجة الحركة المتكررة يعني يعني المريض يصبح السبحية تلاقيه كويس على بال ما يجي نص النهار تلاقيه ضعف وبعدين تلاقي كده جفنه بدأ يسقط منه بدأ يتعبه كده ضعف العضلات ضعف العضلات نتيجة الحركة المتكررة اسبابه وجود أنتي باديز أنتي أستال كورين أنتي باديز يعني مرض مناعي فيه اجسام مضادة ضد الأستال كورين اعراضه ضعف العضلات مع تكرار الحركة وبعدين علامته المميزة انه تلاقي الجفن العلوي بدأ يسقط وتلاقي المريض مش عشان يفتح عمال يبص الفوق طب هل ده المرض الوحيد اللي بيخلي الجفن يسقط هل كل واحد جفنه سقط مش عارف يفتح اينيه يبقى عنده ما يسينيا ما ممكن يكون عنده سيرد نيرف بلسي ممكن عنده مشكلة في العصب التالت ممكن يكون عنده هورنر ممكن يكون عنده حاجة ضربت له السمبساتي كتشين ضربت له الضفيرة العصبية ممكن يكون ترومة خبطة ممكن يكون يعني هقول ايه بعض انواع المكزيديمة يعني يكون مش قادر يفتح من قلة الهرمون سيروكزين على اي حال احنا بنشخصه بيه تشخيص مهم جدا اللي هو رسم العضلات او الامجي وحاجة اسمها تينسلون تست وده اللي بيسموه ايدروفونيوم وده حقنا كده بيجنيه تحت الجل بتجيب تحسن فظيع جدا لو ده مرض الميسين طبعا فيه علاج له اللي هو بروستجمين او نيوستجمين وبديله حاجة اسمها انتي يعني انزيم يكسر الانزيم الجديد ان احنا بنديله منه يعني انا بعالجه عندي بسم نحن وبعالجه كمان بستخدم التحالب الخضر والتحالب الخضر عندي ديجيب نتيجة هيلة مع الميسينيا جريبز ومع سم النحن وطبعا فيه حاجات تانية عشر اتناشة الحاجة مش هقول عليها دلوقتي ده مرض ميسينيا جريبز انا قلت لك المرض واعراضه والتشخيص بتاعه والعلاج بتاعه والجديد ما كاملناش خمس دقايق نشوف مرض تاني ماسكولا ديستروفي حاجة اسمها دمور العضلات دمور العضلات ده مرض جيناتك ده في بعض العائلات تلاقي اما ان يوجد عيال صغيرة تبدأ كده يعيني عضلاتها تضعف والود يبتدي يتسلق رجليه بيسموها جاور ساين عشان يوقف ده بنسميده شن خلاص وده بقى معها شوية العضلات كأنها مليانة تخينة بس على الفاض يعني بيسموها بسوده هاي بيرترو خلاص كأن عضلاته وارمة في مرض تاني اخوه برضو مرض وراسي اسمه بيكر وده بيظهر في العقد الثاني والثالث وتلاقي عائلات بعينها كده البنات والصبيان يجوا يعيني بعد العشرينات وتلاقي العيال مش قادرة تمشي ولا قادرة توعر في عائلات بحالة كده وخاصة للمتجوزين قرائب بشخصه ازاي ده جيناتك مابنج بعمل حاجة اسمها خريطة وراسية باخد عينة واشوف الجينات كرمسومات وساعات بياخدوا عينة من العضل في علاج قبل الولادة لو في عائلات عندها ضمور عضلات بياخدوا عينة من السائل الأمنيونسي اللي هو السائل حوالين الجنين يشوفوا فيها الجينات او الكرمسومات بتاعت المرض ده طب لو جي بقى خلاص الناس وصلت هنعمل ايه في دلوقتي بقى حاجتين في حاجة اسمها اميون سيرابي او جيناتك سيرابي حاجة اسمها العلاج الجيني كان زمان مرض وراس يرعبنا ده مرض وراسي خلاص نوع لا بقى في دلوقتي حاجة اسمها جيناتك مودوريشن او العلاج الجيني وفي دلوقتي ما يسمى بالتعديل لايه الجيني لازم ندور على الأسباب ونتعالج طبعا الناس اللي قاعدة في البيوت عندها الأمراض دي اقول لك انا نتعالج ازاي انا كل ما نروح لدكتور اقول له ضمور عضلات ملوش علاج طب هو فينا العلاج الجيني مفروض انه عندنا يعني اجهزة وراسمة عضلات وبنرسم العصب يعني دلوقتي بقى فيه في كليات الطب بحاجات جميلة جدا بس احنا نروح نسالعان اهو ده مرض اسمه ضمور العضلات واتكلمنا عن دوشين واتكلمنا على بيكر وقولنا ان دوشين بيجي في العلاج الصغيرة سنتين لغاية ستة والبيكر بيجي بعد السن العشرينات تلاقي العيال اللي كلها يا عيني بدأت تضعف ومش قادرة تقوم مش قادرة تحرك ليه بتكلم انا على المرض واعراضه والعلاج بتاعه ببساطة شديدة طبعا شوف انا قد ايه بتكلم ببساطة يعني استغفر الله العظيم انا ما شفتش في حياتي بني ادم في الطب اقسم بجلال الله بيتكلم في الطب الكابية دي احنا كنا على بال ما فهمنا المرض يطلع عينينا يعني انا مش عارف نتوه منه كده على بال ما نفهم كلمتين ونقعد نحفظ 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 لكن في حد كده ربنا اكرمه بيفهم كده والمعلومة بسيطة ايه تشخيصه ازاي وعلاجه بالبساطة دي يعني دي بقى فتوحات ربانية ازاي العلم تاخده ويتطبخ عندك واتطلعه للناس بمنطقة البساطة يعني زي ما اقولتلكم مرة اللي فاتت انا عندي مريض بيرجع وعنده امساك بيرجع وعنده امساك كل ما يروح لدكتور يديله مضادات الترجيع وديه نيكس يام وكونتر لكو وحؤن والترجيع زي ما هو فانا اقولتله ببساطة شديدة احنا عندنا خيارين نعالج الامساك الاول ولا نعالج الترجيع الاول لا نعالج الامساك الاول لو عالجت الامساك الترجيع يوقف ليه لان القناة الهضمية السلكت لكن لو انت وقفت الترجيع ومسدود من تحت طب انت عملت ايه ادي للمريض حونة شراجية فك على طول سواء كمريض كبد مريض كلا مريض قلب اي مريض يعني جيني مريض يقوللي بقى اليومين 3 اسبوع مش قادر وهموت عملت اخراج لا حونة شراجية جاهزة باثنين جنيه من الصيدلية جاهزة ايني ماكس ايني ما خدش الحمام عامل الحونة خمس دايق فاك شوية غازات خرجت الالم راح الترجيع وقف ولا ينبيه كميس له خبير عشان كده بقولك ساعات وما توفيقي إلا بالله المريض راح لدكاترة كتير جدا ومدام بيرجع على طول كل الدكاترة دا الكلة لازم تغسل عشان ترجيعه طب غسلوا الترجيع زي ما هو القناة لهضمية مش بتسليك يا جماعة عشان كده انا بقولك انه لما العلم يتطبخ عندك يتطبخ في جواك ويطلع للناس زي الرحيق بتاع الازهار النحلة تعدي على الازهار تاخد الرحيق السام مواد يعني اغلبها مواد سامة نسموها جليجوزايز وحاجات سامة تاخد الرحيق السام النحلة تاخد الرحيق السام وتحوله الى عسل شافي باذن الله يخرجهم بطونيا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لكن لو كانت العبرة بالازهار ما نلمي الازهار ونا كلها لو لميت الازهار وكانتها تموت مهمة عشان كده بنقول انه لما ربنا يفتع على الناس علم لابد يقولول الناس من علم علما فكتمه الجمه الله وبيليجأ من منار يوم القيامة فيه بعض الدكاترة عندها علم وبتفاهم بس يمدوش غير في الدروس الخصية بس الطالب يدفع 2000-3000-5000 عندي 100 طالب كل طالب بيدفع خمسة قدي نصف مليون كده نتكلم الطب غالي جدا الطب غالي جدا فيه دكاترة كتير فاهمة طب قوي وبتفاهم حلو قوي بس في الدروس خصية بس فعشان كده بنقول انه زكاته العلمي ان تبسطه للناس ما انا لو فهمت الناس ان اللي عنده سكينة بتقطع في جنبه الشمال ومش قادر يشير دراعه الشمال عنده زبح ويجرب سرعة على المستشفى احسن ما يباتل التين تلاتة وخلاص عضرت القلب ببوز مش كده ولا ايه واحد بينزف نزيف من الانف ونزيف من الفم ما اسكوتش يطلع المستشفى ايه نزيف من ايه حتة في الجزء علامة خطرة فلوه نزف مناخيره نزف منبقه نزف وطلع على المستشفى وعمل تحليل وشاف الضغط وشاف وظائف الكبد ووظائف الكيلة وعمل التجلط وهو نلحق الموضوع بدل لكن ساب الموضوع ينزف اسبوع اثنين تلاتة انت ضيعت الدنيا وحدة ست عندها افرازات من الساد زي ما يكون كانت بتردع وبقايا الرضاع بدأت تنقط كده وبعدين حصل انفكشن حصل عدوى في الساد فزي ما يكون فيه دمامل صغيرة او خراريج صغيرة وثابت نفسها شهر اثنين تلاتة سنة لغاية لما تحولت الخراريج الكرونيك ابسيس تحول من مجرد خراج تحول الى ورم خطيب خلاص لازم نشيل الساد طب ايه اللي خلاك تستني دا كله عندك افرازات والتهابات وبتسخني وفيه صديق ايه اللي خلاك تسكتي لغاية لما الخراج او الخراريج قلبت سرطان ليه ما كان دا ممكن يتعالج من الاول وهكذا اي مرض ممكن اعالجه في الاول هيتعالج ان شاء الله ويبقى كويس لكن فيه ناس يعيني من كتر ما راحبت لدكاترة ومش عارفت شخص الدكاترة وبتديها دوة غلط فغلط او من كتر الشقم في دكاترة شقم والعزب الله او من يروح له للمريض خلي بالك انت هتغسلها تزرع انت مودته كده انت مودته حضرتك وهو الزرع هو العلاج تما عندنا ناس زرعت وبعدين شالت الكليا المزروعة وبعدين زرعت تاني وبعد سنتين تلاتة شالت الكليا المزروعة والزرع التالي والله العظيم جالي ناس زرعوا ثلاث مرات والزرع فشل وشغلنا كليتين الاصليين بتوع ربنا والحمد لله لنا احنا نزرع في الحوض ما بنزرع ما بنشيلش كليا ونزرع مكانها احنا ما بنشيلش كليا ونزرع مكانها الزرع في الحوض يعني بنزرع كليا قدام ونوصلها توصيلات بتاعتها على المسانة وعلى الأورط عندنا مرض مهم جدا اسمه البريفرال نيروباسي او التهاب العصاب الترفي يعني ايه التهاب العصاب الترفية تلاقي ناس عندها آلام في الأطراف أغلب الآلام اللي في الأطراف يا إما مرض سكر يا إما أملاح يا إما يكون مشكلة بقى في الايه في الهرمونات يا سكر يا أملاح يا هرمونات يا مرض نفسي مرض نفسي يقولك رجلية بتوجعني وده بتوجعني يمكن أنا أقولت لكم إن مرة واحد كان قاطع رجله من الفخدة قاطع رجله من الفخدة عنده غرغرينة قطع لانه رجل وبعدين رحت في الجراحة بسلم عليه بقول له عامل ايه قال لي والله طول الليل مش قادر أنام من الآلم اللي في صباح رجل كبير صباح رجل كبير وإحنا قطعين رجله وهو بيشتكم الآلم اللي في صباح رجل كبير يبقى الآلم ده فين مش في رجله خالط رجله تقطع الآلم ده في دماغه فيه كثير من المرضى عندهم آلام في الأطراف ما عندهمش آلام حقيقية لكن عندهم آلام في دماغه خلاص فعشان كده بنقول إن فيه أسباب كتير قوي للتهاب الأطراف ألم وإيدين ورجلين فيه واحد يقول بس يسعب بقى للتهابات بتبقى بينة التهابات وسخنة ومورمة ده كده جوت كده جوت يعني كده عنده ملح زيادة وساعات الملح ده نتيجة أكل الفول الكبدة اللحمة ها وفيه ناس ما شاء الله عليهم ها طيب آآ آآ قبل ما أكمل الأمراض الجميلة اللي احنا هنقول عليها النهاردة فيه تبسيط الأمراض أستغذركم فيه فاصل قصير ونعود إن شاء الله تجهز من الأمراض يحميها يطرد كل ضرر يلاقيه علشان صح غلي علينا قالوا زمان لو عقلي سليم يبقى في جسم سليم تلاقيها فالحلو ومن عليها كتير أنواع محتاجة شرح ومحتاجة واحد تعرف إيه اللي بسم الله الرحمن الرحيم كنا نتحدث عن بعض الأمراض وقلنا إن إحنا بنرحب بالمتفوقين طبيين وأسازة الطب في حلقات تبسيط الطب علشان نبسطها للناس وإنه زكاة العلم أن تقدمه للناس زكاة العلم أن تقدمه للناس من علم علما وكتمه ألجمه الله بلجامل من نار يوم القيامة وفي ناس خلوا العلم غالي جدا جدا ما بنقولش المعلومة إلا بحساب دقيق وطبعا أغلينا على الناس دواءهم وأغلينا على الناس حياتهم قبل ما كمل الأمراض اللي أنا أجابها لكم بيكلم على الطبعة العشرة والطبعة العشرة روشتات غذائية أنا بشرح كل الكلام اللي أنا كاتبه ده في الطبعة العشرة الحمد لله كل اللي ربنا بيكرمني بيه من معلومة بكتبها على طول أقولها للناس وبحس أني لما بقول معلومة للناس ربنا بيديني أضعفها يعني من عمل بما يعلم أو رأسها الله علم ما لم يعلم يعني كل ما ربنا يكرمني بمعلومة وأقولها للناس ربنا يديني معلومات تانية فعشان كده أنا بقول إن كل المعلومات دي موجودة في الطبعة العشرة إن شاء الله وبإذن الله تعالى معرض القيارة الدولة التي تبقى تلقوني موجود إن شاء الله الجمعة الجاية هقول يوم الخميس الجاية هقول أنا حبقى موجود فين أنا مكانه الساعة كام بإذن الله تعالى عندنا كتاب مهم أو اسمه التغذية المصورة والتغذية المصورة جبت جميع الأمراض والعلاج بتاعها بالصغر الملونة الجميلة التغذية المصورة يعني فيه منه نسخة صغيرة كده بخمسة جنيه وفيه نسخة كبيرة أوي بعشرين جنيه حاجة فخمة الكتب دي توزيع الأهرام وتوزيع دار صرح وتقدر تلاقي عندنا في العادة أي كمية أنت عاوزها الحلقة دي بتتعاد إن شاء الله الجمعة بإذن الله والحد الساعة 11 قبل صلاة الظهر أهم من حلقات دي روضة القرآن روضة القرآن يا رب جعل فيها البركة والأثر تزاعي يومين على هذه القناة كل يوم تسعة لربع صباحا وتمانية لربع مساء اللي فاتته حلقات يقدر يتابعها على اليوتيوب جميع الحلقات احنا وصلنا للحلقة رقم 888 888 روضة القرآن فشفت بقى احنا بقى لنا أربع سنين بينزيع روضة القرآن كل يوم 2013 2014 2015 2016 ربنا يبرك في الأصل الحلقة 888 طبعا تابعونا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك وأنا برحب وبمدي إيدي لأي شاب ولو طالب في الكلية عاوزي شاركنا في تبسيط الطب وتقديم أفلام علمية وحندنا فريق اسمه فريق الإبداع أو الإعداد الطبي وعايزين نعمل حلقات تبسيط الطب إن شاء الله كل يوم كده خمس دقائق نزيعها إن شاء الله اللي يحب يشاركنا أهلا وسهلا بنرحب بي كنا بنتكلم على مرض اسمه التهاب الأعصاب الطرفي والتهاب الأعصاب الطرفية الناس بتحس إن إيديها صابع إيديها ورجليها يعني فيها التهابات شديدة جدا يا ترى أسبابها إيه أسبابها يكون حد عنده السكر والسكر للأسف بيضرب لنا الأوعية وبيضرب لنا الأعصاب أسوأ علاج للسكر هو الإنسولين تقولي إزاي يا دكتور أقولك الإنسولين بيعمل لنا مصيبتين ثلاثة المصيبة الأولى بتاعت الإنسولين إنه بيكتر الده لأن الإنسولين ليه وظيفتين الوظيفة الأولى إنه يدخل السكر إلى الخلايا والسكر لا يدخل إلى الخلايا إلا على جناح الإنسولين ويه كمان وكمان السكر الانسولين بيقوم بتثبيت الدهون علشان كده لما الواحد الانسولين بتاعه بيقل يبتدي الدهن بتاعه يقل فيبتدي يخس فيقولك انت عرفت ازاي ان عندك سكر يقولك بدأت خسة خسة خس ليه لان الانسولين بيقل والانسولين كان بيعمل ايه كان بيثبت الدهن فلما بناخد علاج انسولين اغلب الناس اللي بتاخد انسولين بترمي دهن والدهن ده ممكن يسديلي الاوعية ويعمللي غرغرينة وعمللي مشكلة في القلب طب والبدائل بنحاول نعمل بدائل بقدر الإمكان مع الأدوية الأخرى بس أنا عندي قاعدة مهمة اللي هي قاعدة تفصيل جرعة الإنسولين بقيس السكر في الدم إذا أعلى من 300 بأخذ 30 وحدة إذا السكر في الدم أعلى من 400 بأخذ 40 وحدة إذا السكر في الدم أعلى من 500 ميلي جرام برسنت بأخذ 50 وحدة لها تقريبا نص حونة الإنسولين لكن لو السكر في الدم أقل من 200 ما قدرش أخذ إنسولين طبعا الناس كلها جاي ليقولي ده أنا بقى لي 20 سنة بأخذ إنسولين بقى لي 30 سنة إن شاء الله يكون بقى لي 200 سنة ما فيه ناس بتاخد الدواء غلط ده لي 20 سنة و30 سنة يعني إحنا بنتكلم على تفصيل جرعة أنت بتحب ربنا اسمع اللي بقولك عليه أنا ما بخنش الأمانة ولا بتكلم غلط فيبقى بنفصل جرعة الإنسولين على قد مستوى سكر الدم سكري في الدم أقل من 100 لو سكر الدم أقل من 100 ممنوع تاخد أي دواء إخواننا بقى السكر 90 خد سكر خد عسل خد شوكولاتة وبعدين إنسولين طب ليه عمل حج ما هو واط انت بتديني ما تزبطي جرعة الإنسولين بيجي لي ناس العادة للسكر في الدم 30 وبياخد إنسولين 30 وستين وتسعين إيه ده؟ هو فرض عليها الإنسولين ولا إيه؟ وبعدين مريض الكالة ما بياخدش إنسولين لأن الكالة هي اللي بتكسر الإنسولين ولما الكالة بتتعب ما بتكسرش الإنسولين فبيتراكم يعني هي تراكم خط النهاردة 20 بيتراكم ما بيتكسروش بكرة أخد عشرة بيتراكم ما بيتكسروش بعد وأخد عشرة أدوخ وترعش ليه كده؟ ما فيش دكتور قالي الكلام ده والله العظيم الكالة هي اللي بتكسر الإنسولين ولما الكالة بتتعب ما بتكسرش الإنسولين فالسكر بيعلى وناس بقى جالي العادة عندها غرغارينة ها؟ كتير كل اللي أنا بيعمله إن أنا بيزبط لهم جرعة الإنسولين الدم يجري في الأوعية نعالج الغرغارينة نعالج بدل من يطع الرجلين بدل من يطع الأصابع أسبوعين ثلاثة رجعلك رجلك وصوابعك والجرح اللي مش رادي يلتهم رجعلك سليم تايم بفضل الله وبتوفيق الله مش بيش أطرأ مني ولا حاجة فلأنا عايز أقولك عليه بس يعني عايز حكمة وما يؤت الحكمة ده فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر أقول له مش أنا حافظها كده هو أتاخد إنسولين باية عمرك زي دواء الضغط أتاخد دواء الضغط باية عمرك خلاص لغوا القاعدة دي بقينا نفصل الدواء على قد المرض لا يوجد دواء مدى الحياة لا يوجد دواء مدى الحياة الكلام ده أنا أقولته عشرين ألف مرة دلوقتي بنفصل جرعة الدواء على قد المرض مفيش دواء سرع مدى الحياة مفيش دواء غدى مدى الحياة مفيش دواء سكر مدى الحياة مفيش دواء ضغط مدى حليل مفيش دواء قلبي مدى الحياة الكلام ده تلغى خلاص بنفصل جرعة الدواء حسب مستوى المرض عندك يبقى لازم نعمل تحليل وفحوصات كل شهر كل اتنين حسب ما الدكتور يقولك وبنعدل الجرع طب أنا عندي بقى التهابات في صواب عداء ورجلي لازم أزبط السكر أشوف السكر وساعات ناس بي عندها السكر بس عندها الملح عالي زيادة الملح أخطر من زيادة السكر زيادة الملح في الجسم أخطر من زيادة السكر واحد يقولك أنا ما باكلش ملح لا ما هو حبيبي حلويات المولد مثلا ألعن من المخللات خلاص الحلويات والجاتوات والكيكات ألعن من المخللات وجد كده في حاجات بتعمل أملاح كتير أجزاليت فوسفيت يوريتس حاجات كتير لحمة الفول بيعمل أملاح فظيعة من جاية واحدة تعمل أملاح شهر قدام إذا أنا عندي حاجات بتعمل أملاح كتير غير ملح الطعام غير كلوريد السوديوم الأملاح اتضر عندنا يوريتس وفوسفيتس وأجزاليتس حاجات تانية خالص فمهم جدا أن أنا عارف أن الأملاح أخطر من السكر التدخين أخطر من السكر والملح لأنه بيبوض الأوعية الترافية والأعصاب الترافية المواد الحفظة اللي موجودة في العلب والشبسيهات والكلات والحاجات دي أخطر حاجة بقى على الإطلاق اللي هو المشروب 3 في 1 ده حطيني القهوة والسكر أو الكاكاو والسكر وعليهم مادة مبيضة أو بقول لك عليهم لبن بودرة وبعدين تدوه بقى وإيه الله لذيذ جدا لذيذ بس اللذيذ ده يعمل لك كارس يعمل لك فشل كلوي وفشل كابدي ويغير شكلك ويغير خلقتك ويعمل لك حاجة اسمها الإدمان ف3 في 1 بقى المصانع نزل على ودنه و12 خلطة و12 نوع ونسب ده إيه وده بالبن وده بالكاكاو وده بالبندق وده بالفستق وجنان عمل للناس إدمان والله العظيم والله العظيم بيشوه الجلد بيبوز الكلا بيعمل إدمان وبيعمل حاجة اسمها إيه وفوريا يعني إيه وفوريا يعني خل الناس إيه بتشرب كل مبسوطة وعمل إدمان لازم أروح أشرب الثلاثة في واحد والإعلانات والله ده لذيذ إيه إنت بتشرب مخدرات خمرة نعمل إيه نرجع تاني شاي خفيف قهوة القهوة بتاعت زمان أرحم قهوة بس قهوة بس وفين النعناع وفين الكركديه فين القرف فين الينسون في 22 مشروب بفتلة 22 مشروب بفتلة في الصيدلية 22 مشروب بفتلة 22 نعناع وإرفة وكركديه وزان جبيل وشمر وتليو ومشروب اسم مشروب الكحة ومشروب اسم مشروب القولون كلها حاجات طبيعية آمنة بحط الكيس وعليه شوات ما سواء وممكن أغير كل ساعتين تلاتة كوباشة لكن أنا ما بشربش غير القهوة ومشربش غير النسكة فيه كده حتحرق الكلا وتحرق المعدة واجي لك قرحة وبوز الدين طب دلوقتي إحنا بنتكلم على التهاب الأطراف فقولنا ممكن السكر ممكن يكون الأملاح التدخين المواد الحفظة ممكن يكون نقص الفيتامينات إذا كانت الأملاح بتبوز الأعصاب وإذا كان السكر ببوز الأعصاب فلبوز الأعصاب أكتر نقص الفيتامينات يعني يعني نقص الفيتامينات دوا ممكن يعمل لي بقع في الجل بيجيني أطفال أطفال بيفطروا كيس شبسي وكيس مش عارف إيه والغداء كيس شبسي حاجة طعمها لذيذ وبتعمل إدمان المواد الحفظة بتعمل إدمان فطار شبسي وبيبسي وغداء زيه وعشة زيه الجلد بقى بقع بيضة وتروح لدكتوري قولها دا بوها فبقى بقع بيضة في الجلد نتيجة نقص الفيتامينات الفيتامينات دي كانت فين كانت في الصلاة الخضرة جرجير وخص وبصل وجزر وبقدونس هي دي الحاجات لربنا كاترها لنا ورخص تمنا لكن احنا نأكل ولدنا صلاة الخضرة لما العائل يعوز يجيب حاجة يروح يجيب شوكولاتة يجيب كيس مش عارف إيه طب الولاد حصل لهم إدمان المواد الحفظة بتعمل إدمان الولد ما يرضاش يأكل أكل البيت بعد كده والله العظيم بيجي ليولاد 30 و 4 سنين فشل كلو والله العظيم والله العظيم 30 و 4 سنين فشل كلو من إيه من الحاجات دي أنا ممكن أجيب له الكيس مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع لكن مش صبح دوري ليه الحرام عليك ها أنا ممكن أجيب بيتزا مرة في الشهر لكن كل يوم أطلب بيتزا ده كده ضاعت الكبد وضاعت الكيلة وضاعت الدنيا وبعدين بقى الأطعمة المحفوظة واللحوم المحفوظة وإحنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا أني منظمة الساعة العالمية نزل القرار بأنه اللحوم المحفوظة والفراخ والنجتس والحاجات دي كلها كلها كارسين وجيني كلها مسببة للسرطان والهوددج والبرجر والسوسيس والمشار وهتم التلاجة وشوي كل ده بيجيب سرطان وفشل كلوي لما تيجي بقى تشم بقى المصانع أو المطاعم اللي بتشوي الكلام ده أخصم بجلال الله لو منخيرك سليمة تشم ريحة لحمة ميتة والله العظيم لو منخيرك سليمة لكن لو أنت متعود على كده مش هتفرق بقى ما بين اللحمة البلدية ها وما بين أن أنت تشم لحمة ميتة أو لحمة أي كلام ما أنت منخيرك ضاعت ده ممكن تكون ما بتشمش أصلا يعني في بعض الشباب من كتر الصهر والقعدة في التكييف فقط حاسة الشم وبالتالي أنت بتجيب له أي أكل بيأكله يعني مع أن الأكل ده دين دين ولا تأكله مما لم يذكر اسمه الله عليه وإنه لا فسق والآية بتاعت اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة نزلت مع الأكل يعني نزلت مع الأكل يا دكتور يعني الأول حرمت عليكم الميتة والدم ولحمة الخنزير والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيح وما أكل السمع إلا ما زكيته وما نصحا نصحا وأنت استخسروا بالأزنام زالهم خفص اليوم يا سليدين كفروا من دينكم فلا تخشاهم فلا تخشاهم وخشاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإسم مش كده الآية بتاعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة نزلت في الأكل قبلها أكل وبعدها أكل ولا يحدث تمام الإيمان ولا تمام الدين إلا بالأكل الصح طبعا إحنا كنا دايما نقرأ الآية من نص الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة فين أول الآية ما نعرفش فين آخر الآية ما نعرفش ليه كده آية إكمال الدين وتمام الدين جاءت وهي تتحدث عن الطعام وربنا سبحانه وتعالى عمل للطعام عيد فبيذكرنا الطعام بحاجة مهمة فإيه اللي بيعمل التهاب الأعصاب السكر الأملاح المواد الحفظة نقص البيتامينات نقص البيتامينات طبعا الناس بتعمل إيه عندها ألم في الأطراف تاخد مسكنات 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 لغاية محصل فشل كلب وقرحة في المعدة المال ناخد علاج إيه العلاج حسب اللي عندك أنا عندي الغدة أشوف تي سري و تي فور و تي سيتش بعمل تحيي السكر بشوف عندي البولين و كريتين و الكاسد أنا عندي مشكلة في الكيلة ولا لا بشوف مستوى الفيتامينات الناس اللي ما بتكونش فيتامينات خالص ولا صلطة خالص جاء لها التهاب في العصاب لدرجة إن إحنا لما دينا ناس الحوان الفيتامينز الشفايفها المتشاقة اتصلحت رجليها اللي فيها تشققات وفيها أشف اتصلحت شفت بقى ناس البيتامينات بيعملين دي بوز الجلد طيب طبعا عندنا بقى علاجات موضعية تدليج بالزيوت عندنا حاجات سطحية عاجينة بالحنة والأرض عندنا حاجات كتير قوي بتعالج الالتهاب الأعصاب بسرعة طبعا أنا كنت محضر أمراض كتير جدا 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 لكن أنا نفسي أقول لكم على يعني الأمراض بطريقة بسيطة ونفسي أقول لكم على العلاج بطريقة بسيطة نفسي ربنا يجعلني سبب فإني أفهم الطب لكل شاب لكل فتاة بس أنا محتاج ناس تتعاون معنا لأنه الطب كبير فيه واحد متهاله الطب كله دوا واحد جبنا دوا جبنا دوا واحد الطب كله دوا واحد ما لو ربنا عاوز الطب كله دوا واحد كان نزله في القرآن وخلصنا لكن ربنا عاوز التنوع ده عاوز التنوع عاوزك تقرأ تبطلع شوف ايه الجديد في التشخيص ايه الجديد في العلاق كل يوم علشان ده العالم بتاعنا عندنا موجات كهرومغناطسية في المحمول وفي اللابتوب بتعمل سرطان وبتعمل سرع والله العظيم بتعمل سرع الولاد والشباب من كتر الكلام في التليفون وكتر القاعدة قدام اللابتوب يجي لهم سرع تشانه جاء ما كانش موجود زمان ده فعشان كده بقول لكم انه ربنا يكرمنا بالعلم وانبسطه للناس وكل ما ربنا يعلمنا علم نقوله للناس لان زكاة العلم ان احنا نعلمه للناس اهلا بكل طالب طب واهلا بكل استاذ يمدي ايده عشان نتعاون نبسط الطب للناس نرحم بلدنا ما عندناش ميزانية كافة لعلاج الناس والله العظيم ما عندنا ميزانية كافة لعلاج الناس يبقى الوخاية خيره من العلاج نلحق الناس قبل ما تعي نلحق الاطفال والاجال اللي جاية قبل ما تتدمر بالمواد الحفظة والشيبسي والبويبسي والكولة والشوكولاتة والكلام ده كل إن كنتوا قد أحسنت فبفضل يا أبو رحمتي قل بفضل يا أبو رحمتي فبذلك فاليفراح وخيرهم مجمعون وإن كنتوا قد أساء فأستغفر الله وأرجو أن تسامحون شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبيوعدكم مش كده بس ومنع ليها كتير أنواع محتاجة شرح ومحتاجة واحد تعرف إيه اللي قويها ده جهز من الأمراض يحميها يطرد كل ضرر يلاقيه علشان صح غلي علينا قالوا زمان لو عقل سليم يبقى في جسم سليم تلاقيها فالحلوة إيه معلومة جديدة ركزوا اسمع كلمة مفيدة فالحلوة إيه